اشتركوا في القناة او مصر 2030 اللتي يعني اه ان مصر عمل الاستراتيجية بتاعت 2030 لغاية 15 سنة اوى 14 سنة ادام اذا اراد رب العالمين اه دي كانت البداية رئيسه النهاردة اتكلم في الاستراتيجية دي اتكلم السيد محافظ الطريق عامر محافظة بنك المركزي اتكلم السيد وزير الشباب اتكلم اه النهاردة السيد وزير التقديد النهاردة كان فيه كلام اه اه كتير تم النهاردة كلمات مهمة جدا النهاردة مهمة إنما النهاردة الرئيس الحقيقة النهاردة وهو لما كان في مؤتمر رؤية مصر عشرين تلاتين هو بيكلم عشرين تلاتين هي الفكرة كلها أيها فيش بلد في الدنيا عايشها بركاوي وإحنا عايشنا حيات بركاوي دي يعني ما فيش خطط يعني زمان زمان كان عندنا خطط خمسية في الستينيات ومشت سنة وخمستين ولا بتاعها وخمسية واحدة ولا خمسية تانية ولا اتحالك كتير عطلت الموضوع وانسينا حكاة الخطط دي الحقيقة النهاردة فكرة ما فيه رؤية وتصور وتخطيط والكلام ده معمول من الفين واربعتاشر الدراسة فيه معمول على أسلوب علمي حقيقة الأمر يعني الدراسة التعايشين تلاتين حنقشها كتير وانا يعني حنقش المسألة في حلقات كتيرة جاية لأن هي واخدة كل مجالات الحياة في كل حاجة احنا في اقتصاد وفي سياسة في كل حاجة وازاي واخدة نظر الاقتصاد والبطالة ولكل الأمور وبدراسة وشارك فيها كل مراحل يعني في مراحل السنية فيه شباب شاركوا وستان شاركوا وخبراء شاركوا وكلام ده كله فالمهم معمول دراسة مهمة جدا إنما في الأول وفي الآخر مهمة جدا إنه احنا عارفين بنعمل ايه وعايزين نوصل لفين وإحنا فيين وعايزين نوصل لفين وإحنا وقفين على الأرض على الأرض اللي احنا فيها الرئيس النهاردة الحقيقة في خطابه خطاب مهمة جدا والخطاب الرئيس كان يعني كان صريح وبعبرات قاطعة إنه مش حيسمح لحد بقى النهاردة اللي بيخربه في مصر مش حيسمح بده حتى يعني اللي حيقرب من البلد وبعدين تكلم بكل الصراحة عن الموقف تكلم بكل الصراحة عن الحاجات يعني الكهرباء بنكلم احنا متكلفين الكهرباء بس عشان تحل مشكلة الكهرباء والكلام ده خمسين مليار يعني مشاكل بلد من غير كهرباء من غير طاقة عمر محيل فيها مستثمر بلد من غير طرق عمر محيل فيها مستثمر وتكلم الرئيس عن مشروعات كتيرة اللي تمت وتعملت وكل المشروعات اللي تكلم عنها اللي انتهت بالفعل اللي انتهت بالفعل خمس سلاف وشوية كيلو متر يتعمل ومش عارف قد ايه يتعمل تكلم عن إن إحنا إزاي في المية والأزمة المية لما الشباب كان فيه استطلاع رأي معمول للشباب وفي الدراسة اللي كانت معمولة بتاعت عشرين ثلاثين والشباب بيتكلم إيه مطلباته حكا فبيتكلم على ففي نسبة كبيرة لدينا من الشباب في الدراسة في السؤال أكتر من 73% تكلموا عن إنهم قلقانين بدنا على الفقر المائي خايفين على حكاية المية وأزمة المية فالرئيس تتكلم في هذا الموضوع وإزاي إن إحنا إزاي في احتياطي إنت مش هتستنى لما يحصل أي شيء إزاي إنك إنت وفيه أمور تقال هو بقولها ما كانش المفروض يتقال الكلام ده وفيه حالات ما تتقالش وصار في النظر على أي حل عمر الرئيس السيسي وهو يعني عمره بتركبته وخلفيته بقى العسكرية المخابراتية عمره ما هيقول كلمة اللي هو عايز يقولها وعمره ما هيقول كلمة حتضر مصر ولا حتضر يعني هو عارف بقول إيه بالضبط بالضبط بس هو فيه حالات يمكن ما بحب كانش يتحب تقال تقال إحنا مثلا في الثلاث سنين والأربع سنين في البترول وأزمة البترول إحنا تقريبا خمسين مليار لينيه في المساهمة بتاعت الدول العربية دي في قدي إيه وتكلم بنقاط كثيرة جدا وعلى حدات كثيرة جدا وفي الأول وفي الأخر قال إحنا في الأول لحسن حد يفتكر أنا أي حد بيقول بيدينا حد بنقلم عنها ده الواجب والصحب فما فيش حد من الدرية اللي بيتعامل دلوقتي وتكلم عن الميزانية وعن العجز اللي في الميزانية ميتين وخمسين مليار وتكلم عن أن فيه ميتين وخمسين مليار دعم اللي هي مصر بتدعم فيه أبنائها في بيترول وفي أكله وشربه وكلام ده كله وتكلم عن الدين الفوايد الديون حوالي ميتين وخمسين مليار فلما نحسب ده على ده على ده الحقيقة حالك كتير لدن المولودة وكان مهم لدن الناس تفهموا ده إنما الأهم ما في الموضوع ده أن الرئيس النهاردة بالصراحة الشديدة لدن وبالثقل كبيرة لدن ويعني زي ما بيقوله ويتكلم مع الشعب على طول لأن الفترة اللي فاتت لا يخفى على أحد إن بقى فيه حملة منظمة حملة منظمة للتيقيس وحملة منظمة للتسويد وحملة منظمة وكأن مصر الله لا يقدر سقدت يعني ده موقت وضحة وبينة من بره ومن حاجات من شائعات من بره ومن هنا تكلم قال إن الرهاب إحنا عندنا لسه فيه إرهاب والمعركة ماشي قال إحنا بس إحنا خدنا الطريق إن إحنا ما تفرغناش الإرهاب على حساب أي شيء تاني إنما إحنا مشينا الإرهاب معت إن الدولة تقوم لازم تبقى في دولة فأبول إحنا دلوقتي كل مهمتنا دولة أعلى تسقط الدولة ولازم مفاهمين علينا أن نحافظ ألا تسقط الدولة وقال إن لنا دي طول ما أنا عايش يعني دية حامل ده يعني مش حيمنعني إن أنا أحمي هذا البلد وإلا إن أنا أموت أو تتهم الدتي بس إن انتهى هذا الكلام الحقيقة الرئيس يمكن فيه أكتر من نقاط كثيرة ليدا حتى وكان بيكلم مع سيد طريق عامر محافظة البنك المركزي اللي هو برضو تحس إنك قدام الرئيس المحافظة البنك المركزي شخصية وثقة وشخصية فهمة وطبعا الناس اللي بتهدم سيد طريق عامر ما يعني طب يا أخي اسأله كده يعني رأي ده خد البنك الأهلي شكله إيه وسابه شكله إيه عمل إيه يعني وبعد ما في إيه فكرة إن إحنا عمليين بنكسر مش عالبنا ده وكلام ده كله أنا نفسي لما حد ينتقد أي شيء يقول أنا إن ده غلط في كذا ويجتهد بحل ويبقى رفيق يعني يبقى بالرفق يعني هالمسألة كلها نحكونا بنجتهد إذا كنا بنختلف في الرأي لأجل الصالح العام ولأجل الوطن لأن الاختلاف بيبقى لأجل الصالح العام إنما لو كان الاختلاف اللي بنخلقه وبنعمل منه خلاف علشان مجد شخصي أو أنا أنا بكسر اللي قدامي خاص أو ليه غرض أو مقرب أو أي شيء أو مش فاهم ده موضوع تاني خالص فالمفترض إن الاختلاف بيننا والاختلاف ده سيمة بشرية البشر 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 لم يتفق على أي شيء وإذا اختلفوا المفروض بيختلفوا من أجل الأفضل يعني أنا عايزين نعمل البيت ده بالطريقة الفلانية فواحد بيقول طريقة والتاني بيقول طريقة وعمل ده رسم وده رسم والتنين عاملين رسمين لأجل الأفضل يعني ده بيوفر كل كذا وده بيوفر كل كذا إنما لم يقبل الاختلاف للتكسير عشان ما يتعملش البيت أصلا ده موضوع تاني اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو يبدو كأنه اختلاف في ورهات النظر إنما هو مش اختلاف في ورهات النظر ده هو اختلاق خلافات والدخول في خلافات شخصية مع مسؤولين والدخول في تشكيك مستمر ومحاولة التعميم في كل شيء والحالات دي رؤية مصر عشرين وثلاثين وهي استراتيجية حكومية عشان تسعى النهود بالبلاد اللي بدأت للأدالة للستراتيجية الفين واربعتشر تحت رعاية وزير تخطيط الدخول أشرف العربي اللي هو كان مكلف بهذه واخذ سنة ونص وكان معه خبراء ومعه شباب ومعه من كل فئات المجتمع ومن كل المجالات ومن كل الخبرات تستهد بالاستراتيجية لعادات الحكومة المصرية أن تكون البلاد من ضمن أفضل 30 دولة في عام 2030 في حال من الاقتصاد ومكافحة الفساد والتنمية البشرية والتنفسية وزعادة الموطنين للستراتيجية بتمشي على 12 محور تنمية اقتصادية طاقة شفافية كفاءة مؤسسات حكومية والبيئة تنمية عمرانية ثقافة صح عدالة اجتماعية تعليم تدريب والمعرفة والابتقار والبحث العلمي والسياسة والدخلية والسياسة الخرينية والأمن القومي أنا أسمح بس أقول للدكتور أشرف عربي يا ربي يحطه في التخطير ده الرياضة الدكتور أشرف عربي لما أقوله الرياضة والرياضة التي أقصدها ليست كرة القدم وليست كرة السلة وليست اليمز كلها وليست الألعاب التنفسية اللي احنا بنشوفها الرياضة التي أقصدها اللي هي أي نشاط حركي من شأنه أنه يقوي الجهاز العضلي والجهاز العضلي تعالي الجسم ومن شأنه أنه يضمن بدني ونفسي وصحي ومن شأنه انعكس على الانتاج ومن شأنه ومن شأنه ومن شأنه ومن شأنه ومن شأنه ومن شأنه انعكس على السلام الاجتماعي في البلد لما يبقى الشباب بيمارس الرياضة هي ده بفهم الرياضة ودي الرياضة اللي الرئيس قال أيام حملت انتخابات الرئاسة الأمن قومي هي دي الرياضة اللي كان يقصدها الرئيس البعض ترجم المسألة ان الرياضة ان هي ممتشات كورة او نعمل دوري لا لا الرياضة اللي هي النشاط الحركة يجب أن يكون كل طفل وكل شاب متاح له فرصة ممارسة هذا النشاط عشان أجيال قوية أجيال تقدر تدافع عن حدود وطن أجيال تقدر النهاردة تبقى عندها تبقى صحية قويسة وينعكس على إنتاج أجيال قادرة أن هي من خلال هذه الممارسة حيبقى هو في توازن أنه مجرد أنه يمارس نشاط حركة ومحافظ عليه وحاسس من حكاسه عليه مش حيروح له ترمدور مش حيروح له تطرف مش حيروح لكتئاب ودي أمراض العصر كلها أنا مش قادر أفهم إزاي السراتيجية 20-30 يسمحوننا يعني بس نحن نحط في دينما لما نتكلم تنمية البيئية وتنمية العمرانية والثقافة والصحة والعدالة الارتماعية والتعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلم وسائل ليه أنا عايز أقول لدكتور أشرف العربي حطها في الدراسة لأننا لما تتحط في الدراسة بقى الزام على الحكومة أنها توفر لي مساحات أرض فضية آلاف القطع في كل محافظات مصر بصفة دي ليه؟ عشان تبقى ملاعب مفتوحة وتبقى ملاعب مفتوحة لا يتعمل لها نادي ولا يتعمل لها مركز شباب ولا حالة ده تضرب بوسط مدير من الريحة الإدارية من الشباب والرياضة من المدريات أو من بتضرب إيه؟ لأننا حعمل مجلسة دارة حعمل انتخابات حعمل محاكم وحعمل وحعملوا لي مشروع بتاع بوتوكات وحنخش في فيلم ودوامة وحوالة قلب كتير الفكرة كلها إن عامل المساحة دي عشان أي طفل وأي شاب بيقدر يمارس ما باش في مشكلة ويمارس من غير ما يدفع رسوم وإذا كان هناك رسوم يتبقى رسوم تنظيمية عشان تنظيم يبقى مين الأول ومين تاني يبقى مثلا بيعرروا الساعة بخمسة جنيه مثلا اللي هي وصلت لوقتي ثلثمين لينيه في حيطة وفي ملاك الشباب وأنا المفروض إن الممارسة أي نشاط وممارسة أي حالة ده حق ده حق على الدولة الدولة لما حيبها دي منجوع في الاستراتيجية بتاع عشرين تلاتين بيعمل الرياضة كده يبقى أنا كمان حيبها بفرض على كل المجتمعات اللي تتعامل بدي ده زي اكتوبر اللي احنا فيها وزي الشروق وزي الغروب وزي أي حتة بتتعامل إن مفيش أي كل ثلاث عمرات بينهم ملعب صغير ده ده اللي لازم تعمل طيب أنا بس عايز نروح لبعض الرومل أو المقاله الرئيس في حكده ونرجع تاني عشان نكمل لأن الرئيس ورح أولي تلاتين رسالة النهاردة في الخطاب بتاعه اللي أنا شايفه أنه الخطاب الأهم في الغي دلوقتي للرئيس عفتاح السيسي أنا عايز أعمل حاجة مختلفة شوية عن التصور اللي هو الإعلاقة فقط بين البنك وبين الشاب اللي حيتقدم أنا عايز أنظم الدنيا عايز أنظم الدنيا عشان ننظم الدنيا أنا أقول إيه المنطقة الصناعية دي هيتعمل فيها إيه هيتعمل فيها غازلة ونسيق هيتعمل فيها ألف مصنع صغير يبقى الألف مصنع صغير يتعمله وهم بتعملوا بتيجي المكان بتاعهم بناس متخصصين عشان أنا مظلمش ابني ودخله في مهمة أضيعه فيها أعمله ألف مصنع واجيب معداته تحت سيطرة تحت سيطرة الدولة مش سيطرة الدولة في الإدارة لو كنت عملت دميات من سنة فاتت كان زمانها بتتسلم للشباب دلوقتي أقول تاني أنا والله ما بقولي الكلام ده عشان اللي انتو بتعمله دلوقتي لا مش عشان تسقفوا والله لو كنا عملنا ده ساعة لما قلتوا يتعمل في دميات من سنة ونص كان زماننا دلوقتي بنسلم ألف ورشة لشباب دميات أنا بقولي الكلام ده لأن غير كده مش حابقى فيه أمل واللي احنا بنقول عليه ألفين تلاتين يعني حيبقى صعب أنا حبيت أبدأ بس بأنه نطمن الكل بأن المتاح للجميع مفيش عندنا يقولك بالأحسن المحافظة يترفت لا 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 يقولك بس الرئيس السيسي مش عايزي واحنا مش ناصين يعني مش ناصين فحرجع تاني وأقول نكمل دراستنا وأرجو أن ده يبقى عمل متكامل بين الحكومة وبين البنوك أن احنا نعمل الكيانات اللي هي للصناعات المحتملة عشان نضمن نجاح ولادنا أنا ما خلوش ياخد تجربة ويجرب ويبقى بعد كده حتى لو كان ما فيش ما فيش إشكالية في الفلوس يعني حتى لو كان ده مش موجود لكن حتبقى تجربة قاسية مر الرئيس استفاد في النقطة دي هو بتكلم مع السيد طريق عامر لأنه فكرة أنه حنمول الرئيس كان أعلن لما تعمل عامل شباب ولما كان في الأوبرا قال أن في 200 مليار حيبوا لمشروعات الصغيرة الصغيرة والمتوسطة وللشباب إحنا عارفين أن الكروض أي قرد بتعمل من أي بنك لازم بتعمل لقصاده اقتمان ودرسات وإراءات كثيرة جدا السيد طريق عامر كان واضح وصريح وبصت المسألة وقال أنه إحنا شراكاء مع الشاب وإحنا مش دايين عشان خاطر من المسألة إحنا لا يعزين نساعده وإحنا خلاص بنوك ده إحنا عندنا 600 مليار لنيه في بنوك الدولة البنوك اللي تبع الدولة موجودة يعني في الده في حياته بقديل المشروعات الصغيرة والمشروعات التانية ويمكن الرئيس كان حريس قال له سأله قال له إحنا لاحسن حد يتصور أن كل فلوس بتاعها هتبقى استثمارات ولما يلي أي مستثمر عايز فلوس مستثمر كبير عايز فلوس قال له لا قال له أنها فيه خمسين شركة واخدين أظن 300 مليار لنيه قروض خمسين شركة كبيرة يعني في إذن المسألة القروض اللي الدولة بتديها للمستثمرين لكل بس النهاردة أنا بخصص للشباب عشان يعينه بس الرئيس طبعا وقف ده النقطة مهمة لدينا وده اللي خلاه وقف واتكلم فيها بالتفاصيل اللي إحنا سمعنا منها شوية دلوقتي اللي هو قال له تحتعمله إيه طب أنا النهاردة هل أنا النهاردة وإحنا زمان عملنا مثلا إيه لأنه قلنا حندي خمس ده كلام ده من 25 سنة مثلا حندي أراضي للخريلين اللي مش عارف فيه فقدوا أراضي للخريلين نظرني كتفواد النطرون أو حتة بتاع مدير التحريف حالة زي كده واللي عايز أراضي وكلام ده كله يدالوا حاجات بس مدالوش بقية الموضوع يدلهم أراضي بس مدلهمش مية فيعيني أي حد دخل في الموضوع ده خسر خسارة رهيبة للكلام ده فالرئيس يقول ده ده دولولدنا فأنا النهاردة عايز أضمن أن المشروع اللي داخله ده أنا بساعده فأنا النهاردة يقول أنا النهاردة لما يلي إفرض أنا عايز أخش في الملابس والحاجات والكلام ده كل ألا أنا كدولة أنا ممكن النهاردة قريب مكان من بره وما شاء الله يعني هو النهاردة ضرب مثالين ثلاثة في حجم الحاجات كانت قد إيه ولو إحنا أخذناها بقد إيه وإزاي إن إحنا لما بتحصل تفاوضات وشخصيا هو لما أعمل تفاوضات يعني ده فتاعة الكهرباء دي يعني كان نقص الألماني نقطه من اله وما حديد بتفاوضه من الشباك يعني النزل أكتر من مليار وشوية في التفاوضات المهم فالنهاردة أنا لما بديب آلات لو أنا بقفر بديب مكان لو أنا حديد ميت مكانة غير مديب مكانتين مثلا لما حديد أنا وقال لنا طب الشاب بحيبني إزاي مثلا أنا عايزة لهزه المصنع فقال أنا ليه ما أعملش ميت منطقة صناعية وتبقى المنطقة الصناعية دي لمشروعات كثيرة جدا ويبقى الشاب بقدامه الحالات يقدر يختار والدولة توفر له بحيث أن القرد اللي دفعه ده ما رحش هنا ولا هنا ولا هنا ويقدر يسدد يسدد القرد من الأرباح اللي هو واخده فالنقطة دي كانت نقطة مهمة جدا لأن احنا الفكرة كلها إن أنا مش يلا خد قرد ولبسو الحيطة بقى وانت حر تعصر ما تتعصرش انت حر لأ ده هو كان بتطمن وده البزء اللي يتكلم فيه إزاي النهاردة إنه يبقى المشروع لازم أدروس كويس وعملوا معموله دراسة كويسة وتبقى معموله دراسة من الطرفين كويسة عشان يبقى مضمون نداح لأن ما فيش شاب في مستقبل عمره يتحمل إنه يتخبط خمطة زي دي وبعد إحنا بنساعد ولا بنعدز يعني قدل فكرة كلها الرئيس النهاردة لما أتكلم بقال ما تسمعوش كلام حد غير أنا لا بكدب ولا بلف ولا بدور وفاهم أنا بقول إيه كانت رسالة واضحة ومحددة وصريحة ومورها لما يحدث لأن كتر الكلام وكلام كتر وابتدى البعض اللي كان مستخاب يبتدى يطلع وابتدى البعض طلع حتى بيشتم في الرئيس يعني أنا أعرفة من أنك تنتقد الرئيس إنما تشتم أنا مش شاب يعني لا تشتم الرئيس ولا تشتم أصغر مواطن في مصر مش من حق أحد نشتم حد إنت عيس أنتقد أداء عمل انتقد يعني أنت ده حرية نقطة انتقد انتقد وأي حد في العمل العام هو معرض للنقد ومباح للنقد بس فيه فرق بين النقد وفيه فرق بين التجريح وفيه فرق أنا منيل أن ننتقد في أداء حالة زي دلوقت أنا مثلا أنا لاحظت دلوقتي لما أريت لما أخدتش بالي لما أتقال المشروع بتاع عشرين ثلاثين إنما تحطت الخطة للستراتيجية بتاعتنا مش محطوطين فيها الرياضة الله طب إحنا عيش ناسين طويلة الرياضة دي معمولة متاخدة على الهامش ومتاخدة عنها كورة وإنها لعب عيال وعيال خسرانة وتعالوا قبلونا لو فلحتوا الحادث اللي كنا يعني بنسمحها زمان إحنا لما بنلعب رياضة لا الموضوع مش كده الرياضة النهاردة الرياضة لما دي نشوف الرياضة التنفسية بس إحنا الرياضة اللي بنقولها اللي هي الرياضة بتاعت اللي هي الشعب لازم يمارس ده الشعب لما نعملهم إحنا ستين في المية شباب وأطفال وكلام ده كله فالنهار ده دول بكرة دول بكرة وبعض بكرة هما دول مصر اللي ميت سنة قدام إذا ما كانشش متأسسين حنروح فين في ظل الظروف الصعبة والتلوث والأكل التكاوي والكلام ده كله زي ما رقم مارسي أنشطة وعشان كده أنا حتقدم بالمشروع اللي أنا قدمته قبل كده لوزارة تربية تعليم بس أنا حقدمه النهار ده وأنا واثق إن سيد خلد العزيز وزير الشباب والرياضة بقى هذا الموضوع لدا اللي هي فكرة الرياضة اللي إحنا عايزين نعملها والمنافسات اللي عايزين الرياضة اللي عايزين نعملها وندخلها لمدرسة مش الجامس مش الألعاب أنا عايزة أدخل المدرسة المدرسة اللياقة البدنية إن أي وليه بقى اللياقة البدنية لإن أنا لما بخلي أي طفل من ابتدائي يمارس وطبعا معمول برامل برامل المعمولة التدريبية والمقننة ومعمولة على المراحل السينية مضبوط وكل حالة أما بتدي يمارس تدريبات معينة للعضلات لكل العضلات الرسم وللعامود الفقري والأربطة وكلام ده كله أنا ببتدي عمل القوام السليم لما بنشئ هذا القوام السليم يعني أنا بنيت يعني بنهتم أول نعمل عربية كويسة في المصالح بنهتم أول نعمل معرفش إيه البناء آدم اللي هو أهم وأغلى حالها في الموضوع في المنظومة كلها اعمل تكنولوجيا زي ما أنت عايز وعندك بناء آدم عيان ولا تعبان ولا مدمن ولا متنائي البنيلة ولا اللي لازمة في التكنولوجيا اللي عندنا كلها فبناء الإنسان الرياضة أهم وسيلة تربوية على الإطلاق الرياضة أهم وسيلة تربوية اليابان اللي إحنا بيب مناهي التعليمها هم 50% تعليم و50% مواد وسائل تربية وسائل تربية دي الرياضة والموسيقى والرسم كل الأنشطة دي كلها وعشان كده كتحتى في المدرسة المصرية كتوزارة التربية والتعليم كانت العملاء التربوية دي الرياضة والحادة دي تصمق العملاء التعليمية إنما جدينا في فترة من 30-40 سنة خدنا الملاعب عملناها في صول وخدنا اللقاعات بتاعت الأنشطة عملناها في صول لا الملاعب واللقاعات قضت ولا سبوها وماتت الأنشطة ومن ثم فقدنا المواهب ومن ثم فقدنا حاجة مهمة جدا لأن الإنسان جزء كبير جدا قايم على هذه الوسائل ده جزء هو قايم على ده الإنسان مش مكنة الإنسان عنده مشاعر وعنده حاجات وعند